من الجزائر مالو اي نعم تفضل السلام عليكم عليكم السلام الشيخ امير قراشي اي نعم يا اهلا بك اهلا 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 اود ان اناقشك في حديث اه نزل رجبا عندها عائشة اي نعم يا اهلا بك شكرا يعني نحن قلت انت نقاشك يعني تركز حول نصوص صنية طيب وعندنا تعلم بان حدثت الافك يعني وما حدث لعائشة بمجرد انها تأخرت مع صحابي طيب ما الذي حصل كيف كيف يعني حصل يعني حصلت فتنة وحصل الناس تكلم وحصل هي وين كانت مع صحابي وين راحت يعني تأخرت مع الرحل يعني على حسب رواية السنية دائما هو هو كلامنا بعد كل حسب الرواية السنية الشيعة ما لهم دخل جيد نعم جيد حسب الرواية السنية هي اين ذهبت مع هذا الصحابي وهي من زوجة نعم اين ذهبت انا لا 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 انا لا انا لا اذا نوقشك في حديثة الافك يعني يعني انت تعلمها والمشاهدين يعلمونها والسنة يعلمونها جيد لا اذا نسمح انا انا اود ان استدلها بحديثة الافك بس دقيقة يعني نعم شيخ نعم شيخ لا بأس بها ان نسمحها بطريقة سريعة بما انه انت قلت هي كانت مع صحابي لان احنا اكثر من سني لديه اكثر من قصة لان هي الرواية لديها اكثر من قصة هناك قصة مع العقد هناك قصة حمامه فهي متعددة فالريد نشوف انت ما هي قصتك عن هذا الموضوع هي طلعة يعني خلاصة القول انها ذهبت لتقضي حاجة تقضي حاجة ثم انطلق الرحل بدونها والنبي ما يدر بيها يعني نساها نعم نسا زاوجته لا يعني هذه امور لا يمكن ان نعرف التفاصيل يعني عموما قصة هكذا رويت هي هو مو هي لا 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 اعرض بلا عنسبة هذا الى النبي لا تكلمني ما لم اقول حين نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرك انا فقط جالس اسأل اقول لك ان النبي ما كان يدري احنا اقول لنا لنتحدث عن حديثة الافك انا اود فقط ان اقول لك ان مجرد ان حدث امر بسيط جدا حدثت من اجله فتنة كبيرة وبحضرة النبي انت جنابك الكريم فكيف سمح لي جنابك الكريم خليني بس اطني مجال نكمل ثم نواصل مع ليش بس انت شكلك خجلان قتلك بحضرة النبي انت خجلان من حادثة الافك ما تريد تتشرحها ولو قليل نعم ولو يعني اقبأت ما رأوها جاية مع صحابي حدثت فتنة كبيرة جدا بحضرة النبي نريد نعرف ما الذي جرى مع صحابي فكيف فكيف يعني هذه سنينة خلينا راح نجي راح ناقشك انا بنطيك وقت اليوم كل احنا معاك انت شفيك اهدئ اهدئ فكيف راح نجيها اعرف راح تدميج معاك ان رجل نزل بعاش الفيلم انا عرفه حافظه بس رجعني شوي رجعني هي طلعت من العسكر العسكر ما يدرون بيها ما شافوها لان خيمة النبي كانت في وسط العسكر يعني اذا طلعت وحدة من نساء الكل يعرف ان فلانة طلعت فالمفروض خاصة عايشة عندها اكثر من جارية اذا تعرف كنت نازلا بعائشة فرأتني جارية فعندها ايضا جواري الجواري يقولون يا نبي هذا مرتك نسيته خلف الجبل يعني الى الان هذا شيء مو طبيعي انت تقدر تفسره انه كيف النبي والجيش الاف مؤلفة والجاريات وزوجات النبي نسوها كلهم شيء مو طبيعي الى الان مو مشكلة هي راحت خلف الجبل تقضي حاجته كم راحت خلف الجبل تقضي حاجته ثلاث ايام يا شيخ امير انا لا اود ان اناقي شكافة المهم خلاصة في اخر قصة حدثت انا الذي يهمني في هذه القصة ليست تفاصيلها يريد اخر شيء اخر شيء انه يعني خلصها وهاي اردت انا سمح اريد اتأخذ مني ان في فتنة يعني في حضرة النبي الناس تكلمت وصوت بلبلة كبير هذا الذي اود ان مهما حدث مهما حدث لا 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 يصبر اريد نعرف ما الذي حدث اريد نعرف فهي بعدين جاوبها الصحابي وارث انا سنتناقش عن حديثة الاف اذا لا احنا انا ما جالس اشكل اريد بس اعرف شيء بسيط اريد ان اعلم شيئا بسيط امر بسيط ان تأخر رواية عند السنة كيف فهمها السنة ان تأخر الرحل عن عائشة فاقبلت ثم اقبلت وكان معها صحابي فتهمها بالزينة هدمك هدمك ثلاثة يام طلعت ثلاثة فكيف بحادثة الناس تروي أحاديث تابعين عن تابعين تابعين أن رجلا نزل عند عائشة والأمر عادي في حضرة النبي حصلت هناك فتنة عظيمة جدا حتى أن روي فيه أنه نزل عندنا السنة أن القرآن نزل من أجل هذه الحادثة فكيف تمر رواية رجلا نزل عند عائشة بعد موت النبي ليس بحضرة النبي وتمر كأنها قصة عادية فهمتني أمير فهمت إشكالي يعني أنت تريد تطعن بالرواية لا مش أطعن بالرواية أنا الذي أريد أن أقول لك أن هذه رواية ناقصة فيها تفاصيل لم يرويها الراوي فهمتني؟ أزدك من البيت شعر إحنا عندنا في المدينة هنا عندنا رجل بنى عمارة فيها شقق صغيرة تفهمني أمير قريشي؟ أفهمك كم فيها عمارة فيها شقق صغيرة هذه الشقق يكتريها للنساء اللواتي يعملن في المستشفى التي يعملن في وفي هذه العمارة وضع القانون صارم جدا أن ممنوع الخروج بعد المغرب من الشقة ممنوع زيارة حتى الآباء والإخوة الإخوة للبنات يعني ممنوع زيارة أي شخص أجنبي ممنوع الخروج يوم الجمعة يعني عمارة هنا معروف هنا في المدينة معروفة تلك العمارة أن من يسكن فيها يعني يعني نساء ولا نتكلم عن الشقق الشرعي في العمل لكن عندنا معروف أن إذا قلت فلانة نزلت عند فلان ونحن هنا نعرف الفلان كيف في الشقة كيف فهمتني يعني يعني في المجتمع منتشر أن ذلك تلك العمارة عمارة فيها قوانين صارمة وليس فيها التلاعب وليس فهمت يعني عندما عندما راو الراوي نزل رجلا عند عائشة وروايات أخرى تقول أن فيها جواري وإن لم يكن نفس الرجل لكن رواية أخرى تقول فيها جواري معروف عند السنة أن وضعت بيتا للضيافة في المسجد يعني عندما تقول رجلا نزل عند عائشة ما تأخذ روايها كمجردة يعني فيه فيه كما يقول بالإنجليزي يعني فيه في العرف الاجتماعي أنا داك فيه أن عائشة فيها بيت وضعته في المسجد وفيه ينزل الزوار وفيها جواري وفيها فهمتني أمي القريش فكرتي فهمتها أي فهمتك جيد يعني أنت جنابك الكريم تقول لعن الله جميع السنة الذين يقولون أن أمنا عائشة تنزل في بيتها رجل مجنب وليس معها جارية صح نحن نأخذ الجملة الأولى نزل لا نكمل الباقي نبدأ فقط نزل رجلا عند عائشة أنت أنا جالس أستمع لك يعني أنا اليوم الله رازقك أنه أنا أسمع لك وهذا نعمة أنت ما تلقاها بسهولة جزاك الله خير نعمة طلبوها السياسيين وما قدروا أنه أنا أجلس أسمعهم فأنا اليوم جالس أسمعك فأنت اللي أطلبه من عندك اللي أطلبه منك والليلة الليلة صعبة والليلة طويلة من أسألك سؤال جاوب على أمه بس يعني جاوب عليه هو يعني شنو بالدرجة المغربية يعني أفهم السؤال جيد يعني أنا الآن أنا الآن قولت جملة أنت جبت رح تكلمت على موضوع مو يم كلامي رح أعيد كلامي اللي المرة الثانية واللي أرجوه من جنابك الكريم من أسألك سؤال بعد ما تتكلم أنت وأنا أسمع لك جاوب على كلامي يعني ما أريدك تتكلم يوم موضوع أنا أنا ما متكلم به بس هذا اللي أطلبه منك متفقين متفقين رح أعيد سؤالي فأنت الآن جنابك الكريم تقول كل سني يقول أن أمنا عائشة ينزل بها رجل مجنب وهي تكلم الرجال دون وجود جارية فهذا سني ملعون مجوسي لعنة الله عليه صح أنا قلت هذا الكلام لا أنا جالس أقر كلامك وأنت تقول لي هل هذا صح أم لا أنا ما أقول هذا الكلام ما قلت هذا الكلام يعني طرحت رواية جنابك شيخ يعني جزاك الله خيرا أعطيني مجاعة أود أن أشكرك أول أول سمح لي أشكرك عن أنك قررت أن تناقش السنة برواية السنة وهذا جزاك الله خيرا أكيد هذا شي طبيعي لازم هذا شي طبيعي لنا يعني جزاك الله خيرا النقاش يكون علمي وما فيه خلط وما فيه جعلت هنا نتناقش حول رواية طيب من الرواية في صحيح البخاري طيب نبدأها جملة 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 ثم نوا ما دخوليش ما زل ملحقنيش لم نصل إلى رجل أجنب أعطيني مجال نحن أعطيني مجال لأني سمعت سمعت كل مدخاتك الشيخ أو قبل أن أتصل بك سمعت كل احترام لك سمعت كل كل نقاشتك حول هذا الحديث طيب اسمعني 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 أنت الآن كلامك الأول اللي تفضلت بي قلت أن كل رجل ينزل بعائشة لابد من وجود جاري وجواري صح ما قلت هذا الكلام سمحني يا شيخ ما قلت هذا الكلام أنا قلت لك أنا أدرت لك مثال حول الشخص في حي سمعت لك المثال والله العظيم أنت قلت عائشة ينزل بها رجل ومعها جواري حتى قلت كلمة جواري لا قلت لك قلت لك يا شيخ أدرت لك مثال حول حول إنسان في حي قلت لك هنا معروف عندنا قلت لك من المعروف في المجتمع على ذلك اترك مجتمع وقلت لك قلت لك وإن وإن أنت تفضلت عندنا السنة الحديثين الحديث الآخر يجمع بينهما أنت قلت لا يجمع بينهما واستمعت لدريلك وقررت أعطيلي مجال أعطي مجال أعطي مجال لا لا مو صار غلط أنت مجال قلت كلام والآن أنكرته أنت مجال أنت الآن جنابك الكريم هل تقول أن ما من رجل ينزل بعائشة إلا ومعها جارية أم أنك تقول لا ممكن ينزل رجل عد عائشة والجارية ما موجودة المشاهدين محاضرة قلت لك نستنتجه من الحديث ثاني ما قلت لك فرضا هكذا وقعت الأمر قلت لك نستنتجه من الحديث ثاني الذي ينص على أن فيه جوال وفيه منزل ما قلت لك يعني كل ما ينزل ما قلت هذا الكلام قلت لك الحديث ثاني يقول وإن ليس نفس الرجل هذا الكلام اللي قلت لك وإن لم يكن نفس الرجل لكن الحديث ثاني يدل على أن هناك جواري وأن هناك مكان مخصص للزواء هذا ما قلت لك فأنت جنابك لحد الآن لم أنكر كلام فأنت جنابك الكريم تقول تارة أمير أمير شيخ أمير لم أنكر كلام قلت له لا ضيني مجال أسمع أسمع أنت الآن جنابك الكريم تقول تارة الجارية تكون موجودة وتارة غير موجودة لا أنكرت قل لي قلت الآن أنكرت كلام الآن لا أود لك أنت تعرف أني لم أنكر كلام لا أنكرت لأنك قلت عندها جواري قلت أنا لم أقول الآن رجعت قلت الكلمة ولكن حصرتها قلت لك يستنتج من الحديث ثاني قبل قليل قلت أن الرجال الذين ينزلون عند عائشة لها جواري كلامك كان على نحو العموم ليس على نحو هذه الرواية فقط أنا قلت لك يستنتج من الرواية الثانية لا 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 المهم المهم ها نحن بها الآن ها نحن بها أنا أردفهم منك نق أنا ما أعرف ليش أنت جالسة تاعبنا يعني ما مفتهم شنو هو الموضوع ترى سهل هل جنابك الكريم تقول دائما موجودة جارية مع عائشة حينما ينزل بها رجل أم في بعض الأحيان تكون عائشة هي مع الرجال ما اسمح لي ما فهمها شخص أمير أنت الآن ركز وياي ركز نعم ما نعم لا لا أود قواعد إذا أنكرت كل كلام ثم أنكرت أقطع عليها الآن ركز وياي ركز أنت الآن فهمتني أمير ولا ما فهمت فهمتك بس ركز وياي أقطع عليها مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة اسمعني الآن خلاص شكرا أنت أول ما اتصلت بيّنتن أن الحديث لا بد أن تكون فيه جارية بقرينة الرواية الثانية صح لو أنا غلطان صح جيد أنا الآن أسألك أنا الآن أريد أفهم منك هل تريد أن توصل لي فكرة أن ما من رجل ينزل بعائشة إلا ولا بد له من جارية تكلمه لأن عائشة لا تكلم الرجال المجنبين أم أنك تقول لا تارة هي تكلم الرجال المجنبين وتارة الجارية تكلم الرجال المجنبين تفضل لا أريد أن تفضلك أخي أمير أخي أمير أنا قلت لك استمعت إلى كل نقاشتك حول هذا الحديث أود أن أمشي معك في الحديث يعني سطر ثم سطر ثم سطر فهمتني؟ الحديث يبدأ نزل رجلا عند عائشة وسمعتكم تناقش السنيين آخرين لا أريد أن يردوا على هذا أنت ليش متجاوب على كلامي أنت ليش متجاوب على كلامي ما رحنا الآن بعدنا ما داخلين بشرح الحديث ما دخل الجنابة في ما زل ما نصنعش الجنابة استخدر الله استخدر الله يا رب صبرني يا رب يا رب ما محترمين يا رب ما داخلين بعدنا بشرح الحديث ما داخلين عوف شرح الحديث نحن الآن أنا مو قلت لك أنا ألم أقول لك أنك حينما أسألك ركز بسؤالي حتى تجاوب عليه هذا السؤال يعني ليس ب لا يتبع منهجية لا يتبع منهجية لا أنت بدأت الكلام بأن عائشة لديها جواري والعياذ بالله هل تريد أن تقول لنا أن عائشة دائما لديها جواري مع الرجال المجنبين أم أنها ممكن أن تباشر العمل بنفسها لماذا أنا أسألك هذا السؤال لماذا أنت قرنت أن الرجل الذي نزل بعائشة فأجنب أن رجل نزل بعائشة قرنته برواية فيها جارية أنت قرنته برواية فيها جارية وعليه إذا قلت أن ما من رجل ينزل بعائشة إلا ومعه جارية فأنا وإياك سندخل في تفسير أن رجل نزل بعائشة ومعه جارية راح تكون معه جارية مع العلم الرواية ما بها جارية بسراحة ندخل جارية ليش؟ لأن أنت جنابك الكريم قلت لا ما في رجل مجنب عد عائشة إلا ومعه جارية فشوف صارت قاعدة إذا جنابك الكريم قلت لا مو دائما رجال مجنب عد عائشة معه جارية مو دائما مرات جارية تكلم المجنبين مرات عائشة تكلم المجنبين إذا أجبت بهذا الجواب الثاني فأنا سأقول لك حينما بدأت الاتصال وانطيتنا خطبة الجمعة أن عائشة لديها جواري لماذا ذكرت هذا الموضوع على رواية أن رجلا نزل بعائشة إذ أنك لا يوجد لديك دليل أن لديها جارية فهي تارة هي تتكلم مع الرجال وتارة الجارية تتكلم مع الرجال وعليه أن رجلا نزل بعائشة كانت عائشة هي التي تكلم الرجال فأنا أردفتهم هل أنت تقول ما من رجل ينزل عند عائشة إلا ومعه جارية حتى انفسر الحديث معه جارية إذا قلت لا مرة في جارية مرة ما في جارية إذن نأخذ حديث أن رجلا نزل بعائشة كما هو بدون جارية فأنا أعيد السؤال عليك للمرة الثالثة هل جنابك الكريم تقول ما من رجل ينزل عند عائشة إلا وله جارية أم أنك تقول لا تارة عائشة تكلم الرجال المجنبين وتارة الجارية تكلم الرجال المجنبين تفضل الله يزد فضلك أن الذي أريد أن أقول من أول اتصال أن لما ينزل أحدا عند عائشة عند عائشة هناك يعني هناك لا يعني أن نزل في بيتها لذلك ذكرت لك حديثة الإفك وذكرت لك الحديث الثاني هذا الذي أقصده ما وصلت إلى جنابة الرجل أو لم يجنبه أنا أريد أريد أن معك أنت أنا تناقش معك تقنعني هذه الجملة نزل رجل بعائشة ما معنا هذه الجملة ما عرف ليش يهرب من سؤالي معقولي السؤالي مؤذي بهذه الدرجة أخوان ما أقولي أنا أستصغر أسئلتي لأن أنا في مكان القيادة بس المشاهدين والسنة يعرفون ضيم الأسئلة كم هو ما أقولي السؤال قولي لهذه الدرجة عجيب والله العظيم أي والله ثالث مرة ثالث مرة مو قادر يجاوب على السؤال مع العلم هو بدأ بالجارية ما بدأ بشرح الرواية هو أول ما اتصل لم يقل أريد أن أشرح رواية أن رجل أن نزل بعائشة قال أريد أن أبين لك أن عائشة لديها جواري يعني شنو؟ يعني عندها جواري دائماً يعني القريشي أفهم أن رجل أن نزل بعائشة عند جارية شلون عند جارية؟ من وين جبت الجارية؟ وحادثة الإفكة ونسيت فكرتها حول حادثة الإفكة حادثة الإفكة حادثة الإفكة ابتدأت بها على أنها أمر عظيم ودوفع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قبلتها ولكن ثم بعدها فوراً حولت إلى الجارية أنت الآن أنت ليش أنت جنابك الكريم طبعاً هو الشيخ شيخ من الجزائر جنابك الكريم جناب الشيخ الجزائري يا جناب الشيخ أنت ليش خايف من سؤالي هل عائشة لديها جواري دائماً مع الرجال أم أنها ممكن تتكلم مع الرجال المجنبين فقط أجبني عنها أنا أقول أنا أقول نعم أجب عن سؤالك أي فقط أيها يصار رابع مرة بس جاوب على هذه النقطة أنا لماذا لما دخلت أمراً مجنبين تريد أن تتنقص بدون دليل نحن نتوقعش بإحترام وبيوس أنت دخلتني مدرج ولم وما زال ما وصلناش مجنبين تقول مجنب معلش العائشة مجنبين عندها جواري الذين ينزلون عند عائشة أنا أجب عن سؤالك عندها جواري ليتصيرون بين الضيافة وعائشة نعم هذا الذي أقوله هذا دائماً دائماً نعم في كل مرة يعني عائشة لا تباشر الرجال لا تباشر الكلام مع الرجال الجواري لا تباشر أنا أحدثك عن الرجال عن الضيافة المجنبين لا لا أحدثك عن الضيافة لا تتخل مجنبين أنا أحدثك عن الضيافة الرجال الذين ينزلون عند عائشة ضيافة سبحان الله تكلمهم عن طريق الجواري هذا الذي أقوله جواري ما تضحكناك جيد مو مشكلة مو مشكلة هو الرواية بيها رجل مجنب أنت قبل قليل تقول لي أنه أنا أتجاوز عليك بكلمة الرجال المجنبين هو أن رجلاً نزل بعائشة وأجنب وعبد الله بن شهاب الخولاني كنت نازلاً بعائشة فاحتلمت في ثوبي أجنب أنت ليش مزعلتك هاي الكلمة إذا هو موجود والرواية في باب المني باب المني مو باب البول باب الجنابة مثلك ما وصلنا إليها لأن لو كنت تتبع فكرتي باقي الحديث سيكون سهلاً مو مشكلة إن شاء الله جاينا فأنت الآن تقول أن عائشة لم تكلم رجلاً وجهاً لوجها أبداً لا أنا أقول لك أن الرجال الذين ينزلون عند عائشة ضيافة هناك جواري يقومنا بخدمة أولئك الضيافة هذا ما بي أقوله يعني أنت تقول يعني أنت تقول الرواية الثانية جاهلة وحين نتنزل عندك أنه ليس نفس الرجل مو مشكلة ولكنها تدلون على أن هناك جواري يخدمنا الضيافة فأنت الآن تقول ما من رجل يدخل على عائشة ينزل على عائشة إلا وجارية تكلم فقط نعم ضيافة ضيافة نعم وإذا هناك رجل دخل على عائشة وعائشة كلمته هل تكفر في دين السنة نعم في رواية أكفر في دين في دين في دين مئات الملايين من المئات الألاف وإحنا الآن إحنا الآن وصلنا النقطة جميلة فريت في التحدي حتى الأجواء تشتعل تعرف أنت هذا لا 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 إحنا نحب لا 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 هذا بعد كلاسيكو السنة وشيع إن شاء الله تعالى شون ما الكرة القدم فأنت الآن أنطيني في التحدي حتى إحنا أنا وياك ندخل فيه الآن هل عائشة تكلمت مع رجل دون جارية نزل بها أو دخل عليها فصار تحدي فأنا الآن أريد أفهم منك إذا عرضت لك روايات عائشة كلمت رجال دخلوا عليها أو نزلوا بها دون جارية ماذا ستفعل يعني يعني تفضل 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 ماذا ريد نعرف ردت فعلك أنا ما أشوفك أنا بس أسمعك أنا سأناقشك فقط أنت نقش لا ما كنت نقاش أنت نازل تحدي أنت تقول ما في أنت تقول ما في أمنا عائشة ما تكلم موضوعك يغفر أنت لست متعلما أنت عالما شيخا من أشهر مشايخ الجزائر أنت جئت لي معاندا مخاصما مناظرا تطحن وتمزق بالضربة القاضية أنت مجايني متعلم تقول لي يا شيخ أمير لعل أمنا عائشة لا تكلم الرجال المجنبين ممكن أنا أرد عليك بطريقة لطيفة من باب الحنان الأبوي أنت جالس تنافسني أنت مطلع سيفك أمامي وأنا السني ما يسوي هذا الشيء أمامي ينزع ويشريد أنت مطلع سيف صغير تقول لي أمنا عائشة أبدا ما كلمت ولا رجل نزل بها أو دخل عليها فقط الجارية زين أنا إذا سحبت سيفي الآن هل أجد منك مبارزة وعلى الأقل طاق طيق يعني الناس فقط تسمع صوت سيف تحدي أم أنك لا تتحدى لأن أنت الآن جالس تنكر أن عائشة تكلمت مع رجال نزلوا بها أو دخلوا عليها أنت الآن جالس تتحدى فأنا أردفتهم نتيجة هذا التحدي ما هو مرحبا بك أمد من جديد إلى النقاش عود إلى النقاش والعود وأحمد عود إلى النقاش ما عندهم تحدي بعد أخو أنا تدرون أن تبارش طيب أتقبلوا قطر أدربني بسيفي وأنا بيرح بصدر طيب مرحبا من جديد خرجت قليلين فعلتها والعود وأحمد مرحبا بك أيمن المخزومي دخل على عائشة وعليها درع قطر وقالت له ارفع بصرك إلى جارية فإنها تزهى أن تلبس في البيت هذا دخول على عائشة وكلام مع عائشة وعائشة تتكلم معه مباشرة يعني يعني أيمن المخزومي نزل عند عائشة يعني بات في الليل عند عائشة دخل عليها احنا نقول ضيافة ضيافة يعني يعني المكوث في الليل يعني يعني النوم في الليل هل نتكلم عن ضيافة هذا مخزوم هذا تتكلم تدخل جبل رواية ثانية هل نتكلم عن الضيافة باش نلح كل جنابة تتكلم لي أيمن المخزومي دخل وهل بات في تلك الليلة بات هناك أول مرة أسمعه بهذا الشرط يعني أنت تقول الجارية تتكلم مع اللي نامون أما الذين يسهرون يكونون مع عائشة تريم العمامة التي فوقك مرة ألف أنا تكلم عن الضيافة أنت قلت ما من أحد يدخل على عائشة أو ينزل على عائشة هو النزول الضيافة الضيافة ليست بالليل فقط لا أنا أقصد ضيافة الليل ها أنت تشتغل ليلي فقط ما تشتغل بالنهار بارك الله بك تحياتنا للمرور وفرد وزوجي فرد وزوجي يشتغل ها أنت تشتغل بس بالليل شو بديني بالسخافة السنية اللي أنا قلبي ما يتحملها والله العظيم عندي استعداد أناقشكم سنين وسنين بس من نزل للسخافة اللي حتى الناس تضحك هذا أنا ما أقدر ما أقدر أتحمل موبيدي أخواني هو يقول بس بالليل يقول بس بالليل أخوان يقول بس بالليل بس بالليل عندنا جارية تفتر وعندها صفارة وعندها سلاح وتفتر على الغرف خاف واحد يطب على الثاني واحد يركب الثاني واحد ينكح الثاني واحد يتحرش بالثاني واحد يدخل على العائشة يمديد عليها رايحة للحمام ساعة أربعة الفجر والله العظيم الجارية ترجع للبيت يا أخواني ما تحلفوني بالنبي صلى الله وحياة النبي وحياة النبي سنة العراق وحياة النبي وروح بابا أبد أبد ولا تحلفوني ولا تقولولي هالموضوع هو يشتغل ليلي الأخ شلون نظام الزوج والفردي بالمرور هو ليلي يقول ليلي في جارية وحتى تلبس هذا اللي يلبسونه على الطرق السريعة اللي بيماد تعكس الضوة أخواني الله يبارك بكم خاف واحد يدعمها جاي بالحصان السريع فيشوف أنه هي لابسة ملابس من بعيدة تأشر له عندها ضوء أحمر يدخل للغرفة أما إذا والعياذ بالله بالنهار فبالنهار الجارية نايمة هي شفتها ليلي النهار الأمنة عائشة أنت حينما تقول كلمة أن عائشة لا تكلم أي رجل ينزل بها النزول هو الضيافة ولا أنت تقصد النزول الجماع والعياذ بالله لا أنزل نزول الضيافة فالضيافة تحصل بالنهار وبالليل ليش أنت عندك الضيافة ليلية فقط نعم لما تقول نزل رجلا عند عائشة يعني ضيافة فيها الليل فصير بالليل لا صير بالليل وبالنهار الصير بالليل الصير بالليل وبالنهار الآن أنت عندك يجي رجل الساعة في العاشرة صباحا ويخرج في التاسع ليلا لم يبت عندك ماذا يقال؟ يقال أن فلان ابن فلان نزل عندك ثمان ساعات سبع ساعات وخرج يقال نزل لأن النزول ضيافة والضيافة ما بها شفت ليل وشفت نهار ولكم فضحتونه ما فرق كبير بين روايتك وما خصي هذا بالعفوة الرواية الأولى تقول نزل رجلا يعني لينام ويأكل لما تقول داخل رجلا بعائشة يعني داخل ليسأل أهى أحسن هو يسأل بالليل بس بالليل؟ باللام الليل لما تدخل لأنت أجبت لرواية تبدأ بداخل رجلا أنت عندنا نجاب الليل في هذا فأنت الآن تتفق معي على أن النزول يكون في النهار أو في الليل؟ لا النزول ضيافة ينام ويأكل أهى جيد ضيافة ينام ويأكل جيد فإذا ممكن ينزل بالنهار ويخرج في الليل هذا اسمه نزول وضيافة وأيضا ينام ساعب من الظهيرة بس ما بيشي سهلا لما تقول نزل رجلا عند رجل نزل الضيافة فيه وفيه النوم لما تقول دخل رجلا عند رجل أو دخل رجلا فيه أمر خفيف سؤال أو جواب أو فقط لا تمكن أن تدخل الرواية الأولى برواية ثانية الفعل ليس نفسه نزل لو تقول لي نزل رجلا ثم صار دير وكذا آه أنا أقول لك جيد أفهمتني لما تأتيني برواية ثانية تبدأ بدخل ونحن بصدد رواية نقول نزل فرق كبير يا أخي آه يا شيخي النزول هو الضيافة والضيافة تحدث بالصباح أو بالنهار أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء أو في الليل في أي وقت كلها تسمى ضيافة نفسها لما ينزل أحد عندك المعاملة معه ليست نفسها لما يدخل أحد ليست نفسه المعاملة نحن نتكلم في مجال الرواية الحديثية يعني لما الحديث الثاني دخل يعني دخل يسأل واضح جدا الثاني لما تقول نزل رجلا يعني نزل ضيافة ليست نفس المعاملة أكيد أن رجلا إذا أراد أن يدخل عند عائشة ويسألها تستقبله وراء ستار كما هو معروف عند السنة بتأكيد عند السنة دخل ليسأل يعني تكلمه لا بد أن تستقبله وراء ستار صح نعم ولكن تقول نزل توقف 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 انتهى النقاش كل انتهى الرواية التي ذكرتها لك أنا عائشة لم تستقبله وراء ستار بل استقبلته بملابس إغراء زوجية جزاك الله خير جزاك الله خير اسمع اسمع لك اسمع كافي تعبت اسمع 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 عائشة انت قلت لا بد أن تستهي هاي ثاني مرة تكذب مثل كذبة الجارية عائشة انت قلت لا بد أن تستقبله وراء حجاب اي من المخزومي لم تستقبله وراء حجاب بل استقبلته بملابس إغراء ما 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 فهمت انت قلت عائشة ما تستقبل رجل إلا وراء ستار صح نعم 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 وإذا كانت عائشة استقبلت رجل بدون ستار هل هي ملعونة لا كيف استقبل رجل وراء ستار أسألك أسألك أنا أنا أسأل أنت 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 وضعت قاعدة قلت لعنة الله عليكم يا شيعة يا رافض يا مجوس يا من عبدتم الطينة وتركتم لباس عائشة فقلنا لك ماذا يا أخي ماذا دهك خير قلت أن أمنا عائشة لا تستقبل رجل إلا من وراء ستار فأنا الآن أسألك هل عائشة إذا استقبلت رجل بدون ستار هل تكون كافرة لأن أنت وضعت قاعدة إذا كان ذلك الرجل من محارمها أو فيها تعرف القصة يا أمي وإذا كان ليس من محارمها رجل غريب يعني كما نزل رجل بعائشة نفس الشيء فهناك قصص يعني هناك رواية نقيصة هذا أو كلمك سبحان الله العظيم بدأتك بنزل ثم قلت لدخل ثم ولو 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 سمح لي نزل فيها وجنبها وجوها معها وقفلها سيد نبي صلى الله عليه وسلم العمد اللعنة متتوعيد لا لا أتكلم شكرا لك سيد نبي كانت تريدي شوية وكانت تريدي بعد شافة صخيرة مرمها لأ الله النبي صلى الله كان يجامعها ويكسر هذا كلاما هذا كلاما مو هذا كلاما هذا أنا ما جالس أضحك جالس أقلته هو قال أن أمنا عائشة لا تكلم رجل إلا من وراء ستار هي نفس الرواية رواية أيمن المخزومي يقول دخلت على عائشة وعليها درع قطر ودرع قطر هو فستان العرس اللي المرأة تلبسها لزوجها حتى تسوي لأغراء في ليلة العرس ليلة حمراء فعائشة كانت تمسيوية لأيمن المخزومي ليلة عرس لابست لهم لابس إغراء مو بس شاي للستار لا منطيتها ملابس إغراء أنا جالس أسأله هل عائشة مراتي شي للستار اللي أنت حطيته تكذب على الناس تقول ما تقابل أحد إلا بالستار ولا مراتي شي للستار مراتي شي للستار هو جوابه هل زيتين الستار زاد النبي صلى الله عليه وسلم وأن أمنا عائشة كانت شوابه قوية ونتحفر يعني لا ومشكلة في ذلك عندنا ما أدروا هم كيف ضحكوا على نفسهم عائشة شريفة بهالطريقة بهالطريقة السنة ينصدمون أن عائشة ينزل بها رجال مجنبون يروحون المشايخ يقول سجد النبي صلى الله لازل تطالب عرضه طبعا بالبداية إذا سأل السؤال ثاني ثالث رابع ألانة الله عليك أيها الكاهر يا من طعنت بإرضه ولباسه حول هو أول بداية ينطيك يضحك بس بس ثلاثة أربعة سئلة خمسة خلص ينفجر عليك أكو عار عند السنة اسم عائشة عرض رسول الله كلا وألف كلا نحن نطهرها ونبرئها نحن نطهرها أيضا أي والله يطهروها معممين الشيع يحبون يطهرون عائشة حتى تتزوج إن شاء الله شوف مستقبله يضحكون على الناس هاي مشايخ السنة مشايخ الجزائر يضحكون على الناس يرون السنة وناس بسطة يضحك عليهم بعرضه رسول الله لباسه رسول الله كمسميات فقط لكن من تنزل للساحة العلمية عائشة بلا شرف بلا أصن يعني لا تقاس بها امرأة وإن كانت أعهر العهريات عاهرة بلا منازع منذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة لا تقاس ويقولك هذه كانت يعني لا بأس به اشتركوا في القيامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة